صدمت الجماهير الجزائرية لغياب الأسماء التي كانت تعاول عليها للحضور في تربص شهر أكتوبر ومباراة الطوق المزدوجة تحسب لتصفية كاس أمم إفريقيا وخاصة الثلاث يوسف بليلي فارس شيبي ومحمد بشير باللومي وإذا كان هذا الأخير ينتظر فرصة أخرى بعد تألقه في مباراة واحدة فقط مع فريقه الجديد هالسيتي في الدرجة الأولى الإنجليزية فإن غياب شيبي وبليلي غير مبرر فلاعب مثل بليلي الذي تفوق على جميع لعبي البطولة التونسية وأرقامه تتحدث عنه وأهدافه وتميراته الحاسمة خاصة في دور أبطال إفريقيا لا تجعلك تأخذ مهلة للتفكير لصدعائه يوسف بليلي لعب يعرف المنتخب جيدا ولا يحتاج لأي وقت من أجل التأقلم كما قال المدر بيتكوفيتش بخصوصه أما فارس شيبي فيتأكد من يوم لآخر ما تردد حول خلافه مع المدرب في دورة مارس الودية وبالتالي فالأبواب تكون قد أغلقت في وجهه إلى وقت مسمى ولكم أن تفسروا ما قاله مدرب الخضر حول لاعب أنترخت فرانكفورت شيبي لعب مهم لكن لا نستطيع إيجاد مكان له داخل الملعب هو ليس مهاجم وأيضا ليس متوسط ميدان صريح لذلك فضلت الاعتماد على لاعبين يخدمون تشكيلته ما رأيكم في إبعاد هؤلاء اللاعبين مقارنة باستدعاء آخرين لا يلعبون دائما وعلى رأسهم أنيس حاج موسى شاركونا بتعليق أسفل الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد